باعتباره جزءا من استراتيجية تنمية سيناء نجح مجلس القبائل والعائلات المصرية في مساعدة غير القادرين لمواجهة عباء الحياة عن طريق العديد من الفعاليات والمبادرات أبرزها فعاليات متعددة تحت شعار حكاية خير لدعم غزة كما تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المجلس ووزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة ضمن رؤية مصر عشرين ثلاثين لم يكن غريبا على أرض سيناء المباركة التي جادت بالأبطال والفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل وطنهم على مر السنين أن تتمخذ أرضها عن كيان وطني متميز ذي نسيج مصري خالص هدفه خدمة وطنه مصر هذا الكيان الذي كان نتاج عقد كامل من التحديات على جميع الجبهات ولا سيما جبهة مصر الشرقية وبوابتها الاستراتيجية سيناء فقد كان من الضروري أن تتبلور الفكرة في أوضح وأقوى معاني التلاحم الوطني ليخرج للنور اتحاد القبائل العربية الذي أثبت أن شعب مصر على قلب رجل واحد في الحرب ضد المحتل منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر ووصولا للحرب على الإرهاب ليكمل مسيرته في معركة البناء والتنمية وإيمانا من الاتحاد بأن تنمية سيناء هي الدرع الذي يقيها ضد أي دخيل أو عدوان فقد ساهم بقوة في العديد من المبادرات الاجتماعية الفاعلة التي تركت علامة قوية على شكل الحياة داخل شبه جزيرة سيناء ولم يكتفي الاتحاد بمبادراته لدعم بني وطنه فحسب بل امتدت يده بالخير لجيرانه الاستراتيجيين وإخواتنا في العروبة في فلسطين سيقة منه بأن فلسطين هي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي وقضيتها من سوابة الوطن فقدم المساعدات لإخواتنا في غزة واستطاع اتحاد القبائل العربية عن طريق العديد من الفعاليات والمبادرات مساعدة غير القادرين لمواجهة أعباء الحياة كما أطلق فعاليات متعددة تحت شعار حكاية خير لدعم غزة بالإضافة إلى إطلاق الاتحاد مبادرة إفطار دون طعام خلال شهر رمضان الماضي تضامنا مع غزة وتم خلاله تنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام بطول ثمانية كيلو مترات على شاطئ مدينة العريش كما تم الإعلان عن عدم وجود طعام على مائدة الإفطار تحت شعار أهلنا أو لا مننا وقاموا بإرسال مائة ألف وقبة إفطار إلى قطاع غزة بفلسطين الغالية وكما لم تغفل القيادة السياسية حقوق أهالي سيناء في حياة كريمة عن طريق تعزيز التنمية الشاملة واستصلاح الأراضي حتى يتمكن الأهالي من تملكها والاستصمار بها ومن خلال طفرة غير مسبوقة في بناء المدارس والجامعات وتطوير البنى التحتية وبناء المدن كذلك العمل على جذب الاستصمارات لشبه الجزيرة الواعدة من أجل كل تلك الجهود التي تحققت على مدار عقد كامل وعرفانا بها فقد وقع اتحاد القبائل العربية على العديد من البروتوكولات والمساهمات الوطنية ومن أبرز تلك البروتوكولات بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة لتنفيذ مبادرة من طفل لطفلة والتي تهدف إلى تعزيز وحماية الطفلة وحصوله على الحقوق التي كافى لها له الدستور وقانون الطفلة أملا في توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نموا صحيحا وضمن رؤية مصر 2030 بهدف توفير المستلزمات الإنسانية من مأكل وملبس وأدوات كتابية والمصاريف المدرسية اللازمة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وبالطبع كانت الأولوية لأطفال فلسطين بقطاع غزة باعتبارهم الأولى بأية مبادرة يتبنىها الاتحاد لتقليل آثر النزاعات على الأطفال كل هذا وأكثر سيتحقق على أرض سيناء بسواعد أبنائها البرر المخلصين الذين روت دماؤهم ودماء أجدادهم تراب هذا الوطن الحر منذ بدء التاريخ ولأن أمان مصر وأمنها حق على كل مصري هاهم يجددون العهد ويوفون به إن العهد كان مسؤولا